موسيقى الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينيتش مجاز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم استقبل الرئيس السنغالي ماكسال دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامشي المشاركة في قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية خلال اللقاء أكد سال عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر والسنغال مضيفا أن مصر كانت دوما نموذجا متميزا لإفريقيا وحققت نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية في السنوات الأخيرة تضاف إلى جوانب تمييزها من جانبه أشد رئيس الوزراء بالسعي الرئيس السنغالي لإحداث التنمية والتطوير في بلاده مؤكدا استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية التي يقودها الرئيس سال من خلال شراكات مع الحكومة والقطع الخاص السنغالية التقى الرئيس السنغالي ماكي سال بممثل الشركات المصرية على همش فعليات قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية حيث أشهد سال بما تمتلك الشركات المصرية من خبرات كبيرة انعكست على الطفرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية من جانبه أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للرئيس سال أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها في السنغال بأعلى معايير الجودة والكفاءة لافتا إلى أن مصر لديها شركات متميزة في مختلف مجالات البنية الأساسية أعلنت غزالة البترول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2023 في الثاني عشر من فبراير الجاري ويستهدف المؤتمر مناقشات أليات التحول في مجال الطاقة وأمن الطاقة مع تطرق لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة وهو ما يسهم في إعادة تشكيل الأسواق العالمية وتتضمن أجندة إيجبس 2023 المقام بمركز مصر للمعرض الدولية تحت رعاية الرئيس السيسي جدوى الأعمال موسع عبر مؤتمراته الخمسة الفرعية والتي تغطي المحاور الاستراتيجية والفنية والتمويل والاستثمار والمسواة بين الجنسين والاستدامة في الطاقة وافق المجلس الأوروبي على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة خمسمائة مليون يورو إضافة إلى خمسة وأربعين مليون يورو من أجل جهود التدريب لإبعثة الدعم العسكري التابع للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا وقالت جوزيف بوريلا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التدابير الجديد ترسل رسالة واضحة في وقت حساس لأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك حذر الكرملين من أن روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله إنه عندما ستظهر أسلحة جديدة مقدمة من الغرب لأوكرانيا ستستخدم روسيا كل القدرات التي تمتلكها للرد على هذه الإمدادات بالأسلحة ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترو نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أركوز الظاهرة على الشاشة شكراً على طيب المتابعة وألقى حضراتكم على رأس الساعة في مجازن إخباري جديد اشتركوا في القناة